كمان الرئيس تكلم عن الأوضاع في المنطقة والعالم واللي بتمر بظروف صعبة جدا وإننا حرصنا في مصر على أن سياستنا تكون متوازنة جدا في ظل هذا الاضطراب الخطير اللي احنا حذرنا منه ومن استمراره قبل كده سيد الرئيس قال أيضا أن هذا الاضطراب سيؤدي إلى عواقب خطيرة على المنطقة ويمكن في العالم بأكمله وبالتالي احنا محتاجين في بلدنا أن احنا نبقى متفاهمين لهذا الأمر ونمارس السياسة تتسم بالتوازن والاعتدال والموضوعية لكن أنا بس عايز أقول أن زي ما اتقال كده أثناء كلمة السيد الوزير الداخلية أن المنطقة والعالم بتمر بظروف صعبة جدا وإن احنا حرصنا في مصر أن احنا تبقى ساستنا سياسة متوازنة جدا في ظل هذا الاضطراب الخطير اللي موجود وإحنا حذرنا منه وقلنا أن استمراره حيؤدي إلى عواقب خطيرة في منطقتنا ويمكن في العالم وبالتالي محتاجين في بلدنا مصر أن احنا نبقى متفاهمين لده ونبقى متمسكين بسوابتنا سوابتنا أن احنا حرصين على أن احنا نكون بنمارس سياسة تتسم بالتوازن والاعتدال والموضوعية